حينما يجتمع الفقدان مع القسوة هذا يعني أننا أمام قصص المغيبين والمفقودين في العراق بعد عام 2003 وأحد هذه القصص المؤلمة ما حدث في ناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار من تغييب لأبنائها ففي كل بيت من البيوت هناك زاوية مظلمة ترويها الأسر بوجع وحسرة أخي ولد ست نفرات وولد بنتي اثنين وبمثال هاي تسع نفرات واختي الأخرى ابنها وزوجها راحوا وبنت عمي خمسة عشر اللي ما راحوا لها كلهم جيران هنا راحوا ما وقفنا على قرارهم لحد الآن ولا نعرف عنهم أي شي راحوا يجي الحكومة ما عدا خبر بيهم ما تندل بيهم وين الحكومة الله هو أكبر والله ابني أخذه لا ذني بلا صوت وابني هالوحد عندي وما عندي غير الله هو وها يعني دحته وأخويا ولده أخوتي أربعة واخوته هو هماتين خمسة وما عندي غير الله هو وهس إيها يقعد ويا ولده أخويا أفكر الليل والنهار وما أدري وين وده أسر المغيبين اتهمت الحكومة بالتواطئ في قضية تغييف أبنائهم متهمين إياها بالفشل في معالجة ملف المغيبين من أخذوا الظلم مالتنا وطلعنا طلعنا النمشي ترقتنا السيارات مال الجيش شالتنا قل لهم أخذوا الظلمنا قالوا والله راح يدقونهم حاسبات يطوكم إياهم باشر الصبح هم يمكم له بالليل جي الصبح وجي الليل وجدت أسبوع وجدت شهر وجدت شهرين نسأل على زلمنا ماكو يعني كل ما تجينا سنة جديدة يقولوا أن هذا الشهر نشوف لكم إياهم وينهم وينهم ماكو كل شي لا من الحلبوسي ولا من الكاظمي وتؤكد منظمات محلية ودولية أن ملف المغيبين والمفقودين مهمل من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق في ظل تورط الميليشيات والأحزاب بتغييب آلاف العراقيين قسرا ولأسباب طائفية